اشتركوا في القناة اولا الدولة غير مفلسة ثانيا ضرر كبير يلحق بالموظفين في حال تأخر رواتبهم ثالثا لم نطلع على تفاصيل موازنة 2020 رابعا الحكومة سحبت الموازنة قبل اطلاع اعضاء اللجنة المالية عليها خامسا الازمة المالية لا تحل الا باصلاح اقتصادي حقيقي سادسا نحتاج الى جلسة طارئة لمجلس النواب لاقرار قانون الاقتراض سابعا الحكومة ارسلت قانون الاقتراض اليوم الى مجلس الوزراء للتصويت عليه متابعين الكرام هذا ما جاء من عضو اللجنة المالية النائب ناج السعيدي في برنامج العاشرة متابعين الكرام الى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم لا تنسونا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصلوا بجديد الاخبار العاجلة والحصرية تحياتنا لكم